اشتركوا في القناة بعد ظهور الشتلات لانه هذه السنة الجو كان شوي حار في شهر تسعة فاللي صار ان الشتلات كثير منها ماتت وما بقت عندي الا واحدة او ثنتين من كل صنف فمن تشيس او باكت بذور صفيت على نبتة او نبتتين من كل صنف فالحين عندي هذي النبتة مثلا كيف اقدر اكاثرها بدون ما اخسر واشتري بذور ثانية عندي هذي الساق الرئيسي مثل ما انتم شايفين هذي هو الساق الرئيسي طبعا هذي نوع غير محدود واللي حاب يفهم موضوع الطماط المحدود والغير محدود راح يطلع عندكم الرابط في اعلى الشاشة راح تشوفونا هذي الفيديو يفصل الموضوع ولكن لان هذي نبتة طماط غير محدود فعندي هذي النموات اللي تصير عند الاوراق هذي الاقصان اللي تنبت احني في البعض يسميها نموات سرطانية في البعض يسميها نموات ابطية ايا كان الاسم هذي ممكن نستغلها لمكاثرة الطماط فما نزيلها وهي صغيرة نخليها تكبر الى حجم معين الى هذي الحجم مثلا فهذي طولها يعني تقريبا عشرين سانتي او شي قارب هذي الطول فاللي راح اسوي مجرد انه انزل الى اساسها واقطعها بهذي الشكل فهذي حين عندي شتلة طماط وفيه فيديو يبين طريقة كيف نغرسها ونكاترها باننا احنا بس مجرد نغرسها في التربة راح يطلع ايضا عندكم الرابط في اعلى الشاشة لكيف نكاثر طماط من المكاثرة الخضرية مثل هذي النقطة اللي ابقى بينها لكم انه ساعات المعلومات اللي احاول اوصلها لكم ممكن تجميعها لاستخدامها كحلول لمشاكل متعددة فمثلا مثل ما قلت لكم عندي هذه المشكلة الحين السنة عندي شتلات قليلة راح استخدم هذي الطريقة لمكاثرتها واكاثر الطماط عندي في البيت او حق اللي محتاجة من الاهل او من الاقارب يعني كل ما زادت معلوماتنا زادت قدرتنا على حل مشاكلنا الزراعية فهذه النقطة الاهم اللي ابقى اوصلها لكم وبالذات انه اتوقع انه في ناس صادتها هذه المشكلة هذه السنة بسبب الحر وتغير المناخ فصار في عندكم بذور خسرتوها او شتلات خسرتوها بسبب الحر فممكن انه نستخدم هذي الطريقة من الموجود انه نكاثر نباتاتنا فاتمنى انه استفدتم من هذي الفيديو السريع والقصير واللي عنده اي سؤال او اي استفسار بخصوص هذا الموضوع او اي موضوع ثاني واجهه هذه السنة او موضوع عموما ممكن يتركه في قسم التعليقات وان شاء الله راح احاول اجاوب اسئلتكم باسرع وات ممكن في امان الله